لم يكن دعم الرياضي لانقلاب عدن هو نقطة التحول الاستراتيجية السعودية في اليمن فالحراف التحالف بدأ في وقت مبكر بعيد انطلاق ما سمي بعاصفة الحزن لكن ما فعلته أحداث عدن الأخيرة هو إزاحة الستار رسميا عن هذه الاستراتيجية وهي تقسيم اليمن ودعم مشاريع التفتيت والفوضى بعد انتهاء مهمة الانقلابيين الجدد واستكمال سيطرتهم على العاصمة المؤقتة عدن التقى الملك السعود بالرئيس هادي وتكرر اطلاق الوعود بإخراج مسلح الانتقال من مؤسسات الدولة وتحديد المهل بالساعات انتهت تلك الساعات وتلتها الأيام ولم تفعل الرياض غير استمرار المغالطات العلامية كي يتسنى اكمال الانقلاب كما يرى مراقبون هذا ما أكدته أحداث أبيان فبالرغم من لجان التهديئة السعودية في عدن واستقدام وفد من الانتقال برئاسة عيدلوس زبيدي لمدينة جدة إلا أن العمل العسكري على الأرض لم يتوقف من جانب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حليفة الرياضي لتسقط المحافظة في يد قواته على الرغم من التهديدات السعودية محافظة شبوة هي الأخرى شهدت توترا عسكريا بين قوات الجيش وقوات النخبة الشبوانية وتقول المصادر إن لجنة سعودية وصلت المحافظة لاحتواء الوضعي وأصبح سماع خبر قدوم لجنة سعودية يعني ضمنيا هزيمة الدولة لصالح الميليشيا وكأن مهمتها ليست أكثر من إشراف على عملية استلام وتسليم التعزيزات العسكرية السعودية تكثفت خلال الأيام الماضية في اليمن عتاد عسكري سعودي يصل إلى محافظتي أبيان ومأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن الثكنات العسكرية الضخمة لرياض في المهرة وغيرها من المحافظات ماذا تريد السعودية في اليمن؟ سؤال لم يعد يستدعي الحيرة أكثر فالأجندة أصبحت أكثر وضوحا والواقع بات يعكس الحقيقة بعض اليمنيين عبر عن هذا الوضع على سبيل السخرية بأنه بعد خمس سنوات من مواجهة الحوتيين تمكن التحالف العربي أخيرا من إسقاط الشرعية